استيخالي الشريف شكرا على تلبية الدعوة ومرحبا يبيني عندك مرحبا بك خويا خالد مرحبا بموقع ألوانكم عندي أجي أنت وشولي تخدم على موقع ألوانكم لا خويا خالد شنوقع هو أن الصحفي ديال ألوانكم ما أعطاهش تصريح مسكين ما أعطاهش تصريح باش أنه يغادر المقر ديال الجريدة ألوان سيفكي الأسئلة سيكون أسئلة متنوعة عن مينعيمة القيدة الحورية أسئلة للحجر الصحي كيف أشكدوه بزنهارك أسئلة بحالك لكن أسئلة قاسحين شي شوية مستعد ديالك غير هو بيت نعرف أحد القادية وشهد الحوار غين دروب كماما ولا بلا كماما وهو في الصراحة بمأنه أنا هو أنت و أنت هو أنا وعرفين بعضياتنا مزيان أنا تباليا فهمت فهمت يا شوف من أنت هو أنا و أنا هو أنت ماشي موشكين أنحيدو لكماما هرب حالا مرت أنا حالا مرتين تا المسافة قانونية لأخليك دك المترو لأخليك مسافة الأمان لأخليك مترو توكل على الله وخاصي خليد قلنا خليد كيف أشكي دوز نهار ديالك في ديال الحجر الصحي وصراحة نقول لك هنا لك انتبه كيكا كما اشتدأ هنا سوف نقضي على كورونا الكيكا وهذا نفتوق في فيسبوك وانستغرام كيكات ننتبه كيكا السيادة بصراحة نقول لك كيف يأتي دوز نهار ديالي يصبحنا في الصباح بيت ناس سأخرج كان في رأس انتبه في الصالون بيران كنت أمشي في ساعتين وكنت أمشي في القيزينا ريسورت توقع ندوز بوحد ساعتين كمشي لا لا صراحة النهار ديالي بحل غال مغاربة كيدوز عادي بضر ما كمشي نقدشي حاجة بحل بكها كارجا كندير خدمتير كعرفين خدمتير الفيديوات في الانترنت كنموطي الفيديو ديال السيما الى كي وكندوز النهار ديالي مع الزوجة ديالي عادي بحل غال مغاربة مزين نسي خليت بغني قاعد تقولنا اللي يخليك فيت عدرتين على البومادة الصفراء شنو تقدر تقولي نعليها وهو الصراحة لأول مرة البومادة الصفراء كتخذل المغاربة ما صدقتش الرجولة ولا دابد دوى ديالكورونا هو ديزنفكتون والكمامة وبيانسير خليك فضحك هذا والحل هاشي بومادة صفراء سؤال اخر شنو استافد خليت شريف من هاد الحجر الصحي ومن هاد الحجر اليومي مهم كان عاول مادام ماتاي السارة شو هاد الموعنات شو هاد يالطياب شي حاجة بحالكو دابا رمضان جاي اخر لي على الله صافي اوكين عشي ود لا لا صراحة نكونوا سيريا صراحة الحجر الصحي كان مناسبة باش أن نديروا موراجع على الدات كما قلتنا القيدة الحورية باقي حياة تستمر باقي كندير الخدمات ديالي الحمد لله كما عارفين الناس كندير الخدمات ديالي شو هاد يضوا بيط انت وخدمتك بحال الفريلانس باقي كان خدمة مستشارين لذي انانسور اللي بقى مني شو خدمات ريالي في الوقت والحمد لله معاد الحجر الصحي اعزمان واحد الفورصة انه اعطاهنا باش اننا نخرجوا جاعدا شي اللي ملقينا لليش الوقت خرجنا ديالي الخنشا ديال ديالي مؤخرا مجيزة كنتعلم المنتاج كنزيد نتأبرفوندي فيه نزيد نتطور المسائل فيه جا بانسا ديال هاد يال الفائدة ديال الحجر الصحي استيخالي تكي ما كنعرفو انك تزوجي مؤخرا بغينا نعرفو الحياة الزوجية ديالك فاد الحجر الصحي وش ما طلعت لكش المادام فراس كله وبين وبينك صراحة انا كنت طالع المادام فراسة وزيت دابا طلعت المادام فراسة مع هاد الحجر الصحي كعرفيني الفريلانس كي يخدم في الدار ديالو دابا انا بوليت بوت نبت فقعد داع كين بقالو الفناير لا لا الصراحة انا تبلي هادي فورصة اللي كوبل هذا ميساج اللي كوبل انا هدي فورصة باش انكم تعرفوا لبعضياتكم كتار ترجعوا الذكريات كتار اه ايلا كانوا عندكم دكريات بطبيعة الحال ترجعوا الذكريات تحولوا الواحد يتعرف على الكنجوان ديالو يتعرف عليه اكتر واكتر ويأبرفونديو ان شاء الله نتمنى ان هاد هاد الحجر الصحي تكون فورصة ان نتعرفوا لبعضياتنا اكتر استي خاليد كي ما كان عرفو انت دابا في الكوميديا ومن قبلك تي اطار بنكي وعندك ديبلوم اجازة في الاقتصاد بنا نعرفو وش كين شي علاقة ما بين هاد جوج الحويج يعني البانكة والكوميديا والاقتصاد والكوميديا ما فهمناش وش كين شي علاقة وهو الصراحة بينه وبين ما كين حتى علاقة الكوميديا والبنك ما كين حتى علاقة لا بالعكس انا كنقول ديما للناس من الاحسن ان الوحد يختم في الحاجة اللي كيرتاح فيها الحاجة اللي قدر يعطي فيها لانك عارش شحام واحد عندو ديبلوم فقونت وكي يخدم فقونت اخر انا منها نكن وجواهات الارسالة الابا والدراري في التوجيه ديالهم فاجبوا يختارووش حاجة في التوجيه يختاروو داك الشي اللي كي بغيوهم ما الشي اللي كيرتاحو فيهم ما شي داك الشي اللي كيرتاحو فيها ما لنظرهم لاشي حاجة رسالة ايتي والصراحة بينو بينك خويا خاليد ديبلومارا منفع نفوال ورعا بحل كنا كندروا محول اميه وصافره علقتو في الصالون وصافي لا لا الحمدول الله انا بالعكس ما نادمش على الفرماسيون اللي ادرت بالعكس تفت بزاف ديال الحوايج وشي حوايج نفعوني لانا بعض مرات كندر مواطع متلا على الاقتصاد مع ضمارات على المجتمع على القانون مسائل بحل كو هادو كل الحوايج في تقريتهم دونك بحالك نوضفهم هادي فورصة باتش أننا نوضفهم نكون نعرف شنو كنقول اوكي مزيان هادش يا سي خاليد غير واحد القادية بغنا نعرفه الرأي ديالك شنو رأيك في هذا التمديد اللي وقع مؤخرا هاد القرار ديال الوزاري بأننا نمددو هاد الفترة ديال الحجر صحي وهو صراحة التمديد مزيان انا ما كرش يزيرني واحد عام والعامين احنا لي في ريلا نسر عدنا بحال بحالة راحك دي ما كان خدمه في الدار عدنا معدنا صوق لا لا بصراحة التمديد مزيان وغادي نفعنا النتائج غادي بانوا من بعد وهدي مناسبة باش انا ينحيي قاع السلوطات على هاد الان انا نتخذوا واحد القرار الجريء في الوقت المناسب انا هم ضحاوا بالسياحة ضحاوا بالصناعة ضحاوا بالزافة الحوايج باش انا نبقاوا بصياحة جيدة ركش كيما دول راهم تهاونو بحال امريكا بحال اسبانيا بحال ايطاليا تهاونو راهم دابا راهم واحلين الحمدولله انا ما كرش صراحة القيدة حورية يسيفطوها المريكان يسيفطوها الاطاليان را تنفعهم والله يال الحل ديالهم فهذا الحريرة اللي واقعين فيها والله استي خليد بغينا نعرفه الرأي ديالك اللي يخليك في هذا يوتيوب في الغزو سوتيوب فضيل هاد الازمة اللي احنا فيها وهذا المحتوى الرادي وهذا الحملة ديال السينيال اللي وقعت شنو الرأي ديالك؟ با بالعكس انا كنقولها دي مسألة مزيانة ان الناس ان يعني المطلقي المغربي يعني بدك يوعاك يعرف اشنو المحتوى الزوين اشو المحتوى الخايب اشنو اللي زوين اشو اللي ما مزيانش انا بالعكس انا مع هات الحملة ديال انها القضية تصفى شي شوية تحيد ذاك المحتوى الرادي وذاك المحتوى الخايب بالعكس انا ولكن واحد الناحية انا تنقول انا مع الحرية ديال التعبير انا واحد الانترنت ويوتوب والغزو سوية يعني واحد الفاضاء ديال التعبير يعني وحرية التعبير يعني بالعكس انا مع هاد المسألة ديال انا الناس عبرو على ريوسهم كما ينبغي ولكن في نفس الوقت كما قلنا هاد الفترة ماشي ديال المحتوى الرادي الله رحم باباكم شوية عافكم ديال النار طاقي واخا واشنو رأي ديالك في القضية ديال المينعيمة شوف اخويا خاليد خست نفهمو واحد القاضية المغاربة كيخدمو بالعاطفة بزاف وخستنا نفرقو هاد المسألة ركير العاطفة بوحده والقانون بوحده وكما كان عافوه القانون لا يحمل مغفالين لا يخليكم اللي بغا يخرج لي ريزو سوسيو اللي بغا يقول شي حاجة وصيرتو ان الناس اللي متبعينو بزاف ديال الفولور اللي متبعينو بزاف ديال المتتبعين يوزن هضرتو قبل ما يهضر والقانون اللي يحملوه وخفالي خلاصة القول سي خاليد واحد سؤال اخر الفيديوهات الخرية اللي درتي خصوصا على القيدة حورية الناس تفعلوا بزاف مع ذاك الفيديو شنو سير؟ وواسي خاليد قال الفيديوهات ديال اللي تفعلوا معهم يهادك بالضبط ديال القيدة حورية تفعلوا معها بزاف علاش لان القيدة حورية لأول مرة يشوفوا رجل السلطة نازل الشارع وعرف قال الناس ديال الدرب العرف قال الناس ديال اللي يساكنين في الحومة ديالو اهضرت معاهم باللغة ديالهم بالطريقة ديالهم داك شلاش الميصاج وصلوا داك شلاش الناس تفعلوا معافزة وهدي موناسباش انا نوجه تحيال للا حورية تبارك الله عليك راكي طب 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 وما نحيوش حتهيا نحيو حتى الناس ديال السلطة كلهم الأطباء نازل النظافة كل شي المو مردين تبارك الله عليكم خليكم هكا سي خاليد الناس كلهم كيسولوا كنتي وقفتي واحد المدة وعاوتي يرجع تبقوا في هاد الحجر الصحي ماذا بالضبط؟ هوا سي خاليد بصراحة في البداية ديال هاد الكون فينمون كانت متردد واش هادي الفورصة باش انا نقندير فيديوهات او لا لان نرجع شوية اللور بقيت كانت سنة ولكن باعت درت واحد اسميتو هادرت مع الناس ديال انستاغرام كتليهم واش بغيتون نقندير فيديوهات غاليكو العكس ديال فورصة باش انا كتفو جعنا توصل الميصاجات واركم شتوف للاستاغرام ديالي راديم البرتاج دي ما اسميتو كنوصل الميصاجات كنعاون جمعيات الحمدولله يعني بلاكس انا تقول هاد الحجر الصحي يعني بحال اعطاني واحد الدفعة باش انا نعاود نطالق خليد الجمهور بغي يعرف شنو الرأي ديالك الفوز ديال عاديل تاويل في المسابقة ديال سادي اللهودي عاديل تاويل اللهودي انا عزيز عليها بزاف وكنت فرج جاعة الفيديوهات دياله من نهار بدا ودي مناسباش انا انا راه هضرت معاه شجعتو وكنت بارتاجيت انا قلت ليهم يعني عاونو في التصويت وعاونو في باش انا ويربح وقلت ليهم بروك وجاوبني بلاكس انا كنقول اي واحد مغربي انا كنقول ليه برافو عليك وبغي نقع المحتوى المغربي يكون ديما نمبر وان خليد واحد السؤال لي كل شي كيسولو كل شي باغي يعرف امتا غادي تقرع اللي يخليك خلي انت واقلا باغيتش ريالية شوف راعة قولي لادرت واحد التاست بفيس اب هانتا او درتها في الانستاقرام راعة يتلقى وتصويره في الانستاقرام تيالي تكشي لا علاقة شوف انا قوليك من هنا اخوك ما غداش يقرع غادي نخرج من هاد الحجر الصحي بحال مرابط غير وامرابط مبوكس عليها شي شوية اولا غادي نخرج لكم بحال المنتخب ديال ستة وثمانية العربية ما طبال الله يلحموا سي خليد غادي نقول لك شكرا بزاف على هاد الحوار الشيق صراحة درت الدور ديال الصحفي انا بلي يا صافي غادي نقول لناس ديالالوانوكم اونجاجوني صافي انا بلي غادي نخدم صحفي ما فيهاش شكرا شكرا ومبروك عليك الخدمة مع الوانوكم باروك عليك لا فرحت لك ولا فرحت لك شوف كين غير الكمامة والديز انفكتان الله يخليكم مغاربة الله يخليكم كل شي يبقى في ديوركم وبركة من ديك خيطي زيتي كما قالت لكم حيدة حورية قالوا لهم ديك خيطي زيتي صافي نتمنى للمغاربة ان شاء الله يا ربي ارفعنا الى هذه البلاء وان شاء الله معادل رمضان ان شاء الله يدوز عليكم بصحة والسلامة ومبروكة يا رب يزول علينا هذه البلاء في الاقرب القريب ان شاء الله يا رب شكرا لكم شكرا للموقع شكرا لكم شكرا لكم